ومسائب صاحب هاي المستشفى هو نقيب دكاكين المستشفيات الخاصة باللبنان ميت عنده حدا نسمينه المواقع اليوم معروف بستة سبعة لالفين وسبعة عشر بعد شهر على وفاة المريض وديع جاج الحاج في مستشفى هارون وعيد فتح ملف المستشفيات الخاصة من خلال الدعوة إلى تحرك القضاء فهل قضى العريف المتقاعد وديع من جراء خطأ طبي؟ وديع مصاب اجى على المستشفى بتاريخ واحد سبعة الفان وسبعتاش عمره خمس وسبعين سنة مصاب بعدة كسور بيضهره بياجره بالقفص الصدري ووصل بحالة حرجة إلى المستشفى على أثر حادث صدم اجى جراح أخي الصائف الجراحة العامة اللي حتى يفحصوا بكل أنحاء جسده وهذا تبين بعد الفحص أنه لازم يجي عدة أطباء يشوفوا اجى طبيب أخي الصائب السكري طبيب أخي الصائب الكلة بالانعاش وطبيب عظم وأدخل إلى المستشفى إلى العناية المكثفة خضع وديع في الثالث من حزيران لعملية على أثر كسر في قدمه وأعيد إلى العناية الفائقة ليخضع لعملية أخرى في العمود الفقري في اليوم التالي أما تسجيل الوفاة بمحضر في فصيلة درك أنتلياس فاستخدم افتراضيا دليلا جرميا بتاريخ ست الشهر سائت حالته الصحية صار فيه خربطة بنباطات القلب استمرت العناية فيه ولكن بعد مدة توفى سبب الوفاة الأرجح هو إما انسداد رئوة أو جرحة قلبية المحضر موجود بمغفر انتلياس لأنه حادث سار وكل حادث سار يحصل نحن منبلغ عنه وبيجي قوى الأمن بتحقق لهذا السبب هناك محضر في مغفر انتلياس اليوم صار فيه استفسار من قبل وزارة الصحة على أثر الكلام بالموضوع على التواصل الاجتماعي وشرحت الوضع لمعالي وزير الصحة وإنه الملف موجود سأتبدو أن نحن حاضرين بعدما توجه هارون إلى الدكتور نادر صعب بالقول إذا ابتليتم بالمعاصف استتروا أعيد التصويب افتراضيا على هارون من باب أن نقيب أصحاب المستشفيات ليس طبيبا بل مهندسا أي أنه من خارج ملاك المهنة الإنسانية أولا أنا بفتخر أنه مهندس تانيا بحب أذكر أنه وزير الصحة الحالي مهندس حدا عنده مانع شيء وهل يفتقد وزير الصحة الحالي إلى الحس الإنساني نظم القانون الأساسي لنقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان صلاحيات رئيسها من دون ذكر أي شرط يقضي بأن يكون طبيبا مكتفيا بتسديد كامل بدلات الاشتراكات وإعلان تصنيف المستشفى والتصريح عن عدد الأسرة رواند أبو خزام قناة الجديد